تراجعت حدة المواجهات لكن لم تتوقف جنازات القتلة رغم الهدوء النسبي في جبهات القتال والهدنة العام الماضي إلا أن ميليشيا الحثي لم تتوقف عن شن هجمات على مواقع القوات الحكومية كما لم تتوقف مواكب جثث قتلها مؤخراً أقرت ميليشيا الحثي بمقتل سبعة من مقاتليها بينهم القيادي قائد محور المرازيق التابع لها محمد أحمد النصر والذي قتل في معارك دائرة بمحافظة الجوف كما شيعت في اليوم ذاته جثامين ستة يحملون رتب ضباط قالت إنهم سقطوا في الجبهات دون ذكر مكان وتوقيت مقتلهم طيلة الأشهر الفائتة شيعت الميليشيا منذ أبريل 2022 وحتى منتصف يوليو الجاري جثة 1850 مقاتلاً حثياً وبهذا يرتفع عدد قتل الميليشيا منذ مطلع 2022 وحتى منتصف الشهر الحالي إلى ثلاثة آلاف وتسمائة وسبعة وثلاثين كانت الأمم المتحدة قد أعلنت العام الماضي هدنة إنسانية استمرت لستة أشهر إلا أن ميليشيا الحوثي لم تلتزم بأي من بنودها بل أيضاً رفضت تجديدها رغم المكاسب الكبيرة التي حققتها منذ انتهاء الهدنة مطلع كتب الماضي وحتى يومنا هذا استمرت هدنة غير معلنة لكنها تزامنت مع تهديدات وتحشيدات عسكرية واسعة للميليشيا مستغلة بذلك الرغبة الدولية والإقليمية في مواصلة التهديئة إضافة إلى توقف غارات مقاتلات التحالف حاولت الميليشيا بشكل متكرر خلال هذه الفترة إحراز تقدمات ميدانية في جبهات القتال لا سيما المحيطة بمأرب وتعز وهذا ما يبرر ارتفاع عدد قتلها رغم توقف المعارك في جبهات القتال روتين تشيع الميليشيا لجثث القتل بل وتباهيها بأعدادهم المرتفعة عبر وسائل إعلامها يأتي ضمن مخطط لاستقطاب المزيد والمزيد من الشباب والفقراء في مناطق سيطرتها للزج بهم في جبهات القتال وقودا لمعاركها الطائفية